في قصر الأمم المتحدة بجنيف وبحضور صاحب السيموى الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز وممثلي منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية لم تتمالك السيدة عيشة محمد يحي الشبالي دموعها خلال الكلمة التي ألقتها بمناسبة تسليم جوائز برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند أنا أصلا إنسانة أمية ما تعلمت والفرح صراح ظروفي ما سمحت للتعليم ولكن الحمد لله أحب للخير وأحب التعليم البلد الجائزة أخبروني فيها جفند من كم شهر وكنت أتعتع في الكلام والقراءة يعني واجتهت عشان أقرأني عارفني بأوقف هذا الكلام بأن حرج وكبأته وتعلمت سبحان الله الله أكرمني بأشياء ما كنت أتوقعها منها جازة تشفند ومنها نطقت القراءة والكتابة وأحمد الله وأشكره وإن شاء الله أن يكون قد الثقة وإن شاء الله أن يستغل مبلغ الجائزة في عمل خير وإن شاء الله أن يطور المشروع ويطلع إلى النور أكثر وأكثر وشكرا الجائزة تشفند وشكرا السمو الأمير طلابنا عبد المعزي أكدت الفائزة بجائزة أجفند الدولية لمشاريع الأفراد عائشة الشبيلي أنها لم تتوقع يوما أن تقف في مثل هذا الموقف وتخاطب جمعا كهذا موضحة أنها بدأت عملا لإجباع حاجة ذاتية وهي مساعدة الناس ما جعله محط اهتمام المهمومين بالشأن الإنساني والتنمية البشرية المشروع الفائز بجائزة الفرق الرابع هو مركز إبداع المرأة السعودية نفذ في المملكة العربية السعودية بمبادرة وجهت من السيدة عائشة محمد يحيى الشبيلي أشكر جائزة تشفند إلى لي هذا الشرف هذه الجائزة وصل الله على القدير أن أكون قدت ثقة هذه وأدعم بها بنات المنطقة حقيقة لم أكن أتوقع يوما ولا كان من أحلامي أن أقف مثل هذا الموقف وأخاطب جمعا كهذا في مكان كهذا وأن أحوز التكريم في هذه الصورة وهذه الجائزة التي وضعها شخص كريم مجبل على مساعدة الآخرين ولديه فهم متقدما لبناء الإنسان وحريصا على صون كرامة الإنسان وخاصة النساء ألا وهو صاحب اسمه الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وهو الذي يقول دوما لا تميز بين الناس فالإنسان هو الإنسان أينما كان شددت عيش الشبيلي على أن مركز إبداع المرأة السعودية هو جهد بسيط ألهمها الله به للتوجه إلى شرائح من النساء لمست حاجتهن للعون وأردفت بأن المطلقات والعرامل وأسر السجنة هن في حاجة حقيقية لمن يأخذ بأيديهن ويخرجهن من الواقع المرير ويحرق مكامن الإبداع فيهن ليسحمن في تنمية الوطن إن مركز إبداع المرأة السعودية الذي بسببه أقفى أمامكم لأنان شرف التكريم وهو جهد بسيط ألهمني الله به لأتوجه إلى شرائح من النساء لأمست حاجتهن والعون وليس العون في صورته التقليدية استطاعت بنت جازان عائشة الشيبيلي أن تكثر احتكار هم الحرف اليدوية وهي مهنة النجارة ولم تمنعها الشهادة الجامعية بعشة زوجية والأسرة من تحقيق حلمها الأصعب بأن تكون امرأة بصفة نجار حيث أتقنت المهنة على مدى نحو عشر سنوات التحقت بالمركز أكثر من خمسمائة من النساء من مختلف الأعمار في الشرائح التي نستهدفها وتخرجنا في دورات تدريبية مجانية بمهارات ومهن تحفظ عليهن كرامتهن منهن عديد بينهما الخياطة والتطريز وحتى النجارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة